الحمد لله الملك الديان العزيز المنان خالق الإنس والملائكة والجان أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من لغة نيران وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم زل قلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الأزمان أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله في السراء والضراء اتقوا الله عز وجل في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة اتقوا الله في كل أحوالكم فالدنيا دار ممر وليس الدار مقر وما مسل الواحد منا إلا كمن دخل بابا لبيت ثم خرج من الباب الآخر إقامة قصيرة في دنيا زائلة عمر قصير تسأل عنه يوم القيامة كيف أمضيته فالعاقل الزكي الفطن الذي يشمر عن ساعد الجد ويعمل لآخرته ولا يتوانى عن طاعة الله مهما تقلبت عليه الأحوال بل يثبت على طاعة الله وإذا ما اشتد البلاء يزداد في طاعة الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقوم الليل في كل ليلة يصلي ثلاثمائة ركعة فلما اشتد عليه الألم والأذى صار يقوم الليل بمائة وخمسين ركعة أين نحن من هؤلاء الله زكر أمر الصلاة وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها في كل الأوقات وآتوا الزكاة ثم عاد إلى ذكر الصلاة قال واركعوا مع الراكعين نعم الصلاة يا أحبابنا أحسن ما يلجأ إليه الإنسان عندما تصيبه ملمة خير ما يلجأ إليه فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي نابه أمر شديد يفزع إلى الصلاة وينادي بلالا أرحنا بها يا بلال أي أقم الصلاة لنصلي حتى نجد الطمأنينة والراحة كانت الصلاة سعادة قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانت راحة فؤاده كانت مطمئن قلبه كيف لا وهو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فالصلاة قرة عيون المؤمنين نعم يا أحبابنا عليكم بأداء الصلوات في أوقاتها كما أمر الله عز وجل لأن الصلاة في أوقاتها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من التكاليف العملية يسأل عن الصلاة أي بعد الإيمان بالله ورسوله ثم يا أحبابنا كثير من النعم لا يعرف قدرها إلا بعد فقدها فها وقد عدتم إلى المساجد إلى بيوت الله لتركعوا ركعتين في هذه المساجد التي عرفتم قيمة النعمة التي كنتم فيها كم تحسرت قلوبكم وكم بكت قبل أعينكم عندما وجدتم أنفسكم عاجزين عن القدوم إلى المساجد لتركعوا فيها ركعتين لله عز وجل فإياكم بعد كل ما حصل أن تعودوا إلى قساوة القلوب وإلى البعد عن الصلاة والعبادة بل ابزلوا مجهودكم لأن تصلوا النوافل وتحافظوا عليها فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر وإنما قال في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي إلا المفروضة فإنها في المساجد أفضل وعن أم المؤمنين أم حبيب رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل سنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة من لا يريد أن يبنى له بيت في الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما ورد عن السيد أم حبيبة أيضا من صلى أربعا قبل الظهر حرم الله لحمه على النار وفي حديث آخر رحم الله امرأا صلى أربعا قبل العصر ويوجد من النوافل الكثير منها صلاة الليل فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هي أنس الأنبياء والصالحين هي مطمأن قلوبهم نعم يا أحبابنا نور في قبورنا صلاة الليل نور قبرك بركعتين تركعهما في الليل لله عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام واجعلوا آخر صلاتكم في الليل وطرا أي اختم بصلاة أي اختم بصلاة الوطر وأما صلاة الضحى قبل الظهر ففيها من الخير الشيء الكثير فقد قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة السلامة جمعها سلاميات أي مفاصل الجسد وعددها سلاثمائة وستون مفصلا أن ينبغي عليك أن تتصدق عن كل مفصل في كل يوم تصبح فيه كيف تتصدق عن سلاسمائة وستين مفصلا قال عليه الصلاة والسلام فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة كيف تفعل ثلاثمائة وستين صدقة في الصباح قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى أي إذا صليت ركعتي الضحى كأنك تصدقت عن سلاسمائة وستين مفصلا في جسدك خيرات كثيرة منكم من يستطيع القيام الآن ثم بعد فترة يحتاج إلى كرسي فيشتاق للصلاة قائما ومنهم من يصل الآن جالسا ويقف عند التكبير وعند بداية الصلاة ثم يصير مقعدا على العربة كسيح فيتمنى لو أنه يستطيع أن يسجد على الأرض حافظوا على هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم أظهروا شكركم لله بالإقبال على الطاعة وإياكم أن تركضوا خلف دنيا زائلة فلا المال يدوم ولا القصور تدوم وكل ما تجمعه في هذه الدنيا ترحل عنه إلى حفرة ضيقة لذلك يا أحبابنا فلنثبت على طاعة الله في كل أحوالنا ولنعتبر بما حصل ولنثبت على طاعة الله عز وجل حتى لا نعود للرخاء والمعاصي فينزل علينا بلاء تلو البلاء لأن البلاء غالبا لا ينزل إلا بزنب ولا يرفع إلا بتوبة فتوبوا إلى الله عز وجل واثبتوا على طاعته إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير هذا وأستغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية كيف أحب سبحانه وتعالى pushed us to be steadfast on performing the prayers and to reflect upon the day when we will be resurrected and gather for judgment. The believer will be steadfast on performing the prayers whether he is living a comfortable or he is facing a calamity the prayer is a comfort for the believer the Prophet صلى الله عليه وسلم whenever he used to face a dire situation he used to pacify مدرساً لكي يجب أن يجب أن تتعرف بلال و تتعرفه في البيعات لذا كبيراً عندما يجب أن يجب أن يجب ان تجرب. لجب ان تجربت من تجربة لا يجب. فلتك أن تجربة على الله عنكم. وعندما نحن نحن من بعض هذه المنزلات نحن نحن نعرف المملكة من هذه المنزلات فقط تفكر في الوقت عندما لم تكن قد يأتي إلى المسكة وقل على أكثر على ركعات لتنظر في المسكة انظر الناس لن تكون لهم قلون Ohio ب той milligrams strawberry جاوم الحجة ومرة علينا فقط على هذههم وكنو مست gambommes لن نت muốn نكون nuestro العشر لأن الكثير من الم事 كنقلات بوف عندنا نذر عندنا نصرا وهم لا يستطيع أن نستطيع أن نستطيع الله عز و جل الآن أننا لدينا المسكتين للمسكتين لا تنبغي منهم تنبغي 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 إلى المسكتين ونبغي كبير كما يمكن فضائحا новمعنا لنا كبير منه فرقية سيطال جميع محاولات ننبغي فإذا هل تنبغي فإن نتبغي فإن سيد قرية فإن جميعها أم حبب أم حبيب أم حبب صلى الله عز و سلم قررت بأن الصلى الله عز و سلم قال سيطال يقوم بعمل 12 ركعات في العام والنسبة للمساعدة سيكون لديه في المساعدة من لا يريد أن يكون لديه في المساعدة 12 ركعات من المساعدة أيضا المساعدة يقوم بعمل إذا كنت تقوم بعمل 4 ركعات قبل أن تقوم بعمل ذهر فكرة أجل المساعدة لا تقوم بعمل ذهر أيضا المساعدة لديه في المساعدة لذلك يقوم بعمل 4 ركعات قبل عصر ومثل أيضا حديث التي تقوم بعمل لديه في المساعدة مثل المساعدة في العام وهي أفضل المساعدة بعد المساعدة ومثل المساعدة في المساعدة ومثل المساعدة في المساعدة ومثل المساعدة في المساعدة ومثل المساعدة في المساعدة في المساعدة في المساعدة ومثل المساعدة في المساعدة فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًا وكربًا إلا فاروجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم إننا زقنا من الجهد والبلاء يا رب العالمين فلا تعاملنا بأعمالنا يا الله عاملنا برحمتك وعفوك يا رب العالمين يا الله اللهم نحن الفقراء إليك وأنت غني عنا يا رب العالمين فلا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا يا رب العالمين يا الله اللهم لا تحرمنا الصلاة في المساجد اللهم لا تحرمنا الصلاة في المساجد ولا تحرمنا الصلاة في المسجد الحرام اللهم اجعلنا ممن يملؤون أوقاتهم بطاعتك يا الله اللهم قونا على طاعتك أعنا على حسن عبادتك يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة اشتركوا في القناة